المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أسعد الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرت الأحوال الجوية سادة أجواء مستقرة اليوم في أغلب مناطق المملكة وتراجعت فرص خطول الأمطار بشكل لافت في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة كما أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الاهتارة خير للأيام القادمة يتوقع أن تنشط صرحة رياح ما تسمع برياح البوارح في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة مسببا حدوث موجات غبرية في مناطق حفر الباطن والمناطق الشرقية المطلعة للخليج العربي وما فيها ذلك منطقة الدمام وتمتد أجزاء من هذه الموجات الغبرية إلى مناطق الرياض وبالإضافة إلى بعض الأجزاء الجنوبية الشرقية من المملكة على الجنب الآخر يتواجد منخفض مداري عميق يؤثر على أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية الغربية من سلطنة عمان وتحتدا في محافظة الضفار ومدينة صلالة هذا المنخفض المداري العميق هي الحالة المدارية الأولى في بحر العرب لا يسبب أن يتطور هذا المنخفض المداري العميق أكثر ويدخل إلى داخل أراضي السلطنة ثم يتجه باتجاه الأراضي العمانية حتى اللحظة عفوا اليمنية حتى اللحظة لا يوجد تأثير مباشر لهذه الحالة المدارية على أجواء المملكة بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة في العاصم الرياض أجواء صافية درجة حارة 29 درجة ويبدأ للتقس دافئ بوجه نعم حتى في ساعات الليل ولكنه أيضا جاف للغاية حيث تصل لدرجة الرطوبة النسبية حوالي 15% فقط درجات الحالة المتوقعة العظمى غدا والصغرى في محافظات المملكة نبدأها من شمالها في سكاكا 34 إلى 22 في عرارة 38 إلى 22 وفي تابوك من 32 إلى 19 درجة جموية المناطق الغربيين المملكة في المدينة منورة من 43 إلى 30 في جدة تبقى الرياح نشطة بشكل عام من 34 إلى 25 في مكة المكرمة من 38 إلى 28 وفي الطائف من 35 إلى 25 درجة جموية يستمر الاستقرار العام على الأجواء فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة بحيث تسجل في ألباحة 32 إلى 24 مع ظهور بعض السحب في أبهى من 33 إلى 19 أما في جزان فمن 34 إلى 30 درجة جموية بعض الأترب المثارة في الإحساء غدا مع أجواء شريطة الحارة من 45 درجة جموية نهارة من 30 درجة جموية ليلا 41 إلى 29 مع أتربة المثارة ورياح نشطة بوجن عام في الدمام كذلك أمر في حفر الباطن من 39 إلى 27 درجة جموية المناطق الوسطى من مملكة في الرياض من 42 إلى 28 مع جواء حارة القصيم من 39 إلى 25 أما فيها ألفتك من 34 إلى 21 درجة جموية توقعات الأحوال الجوية متوققة في الأيام القادمة تكون 42 إلى 28 غدا السبت والأحد والاثنين تبقى درجات حارة كما هي عليه الحال في مدينة الرياض مع جواء حارة بوجه نعام هذا كنكون ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في أمامك أما بما يخص الحالة المدرية وتوقعات الأحوال الجوية هناك نشرة خاصة أخرى سيتم تبثها بعد قليل عبر قنواتنا المختلفة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة